رجعنا اياكم بعد الفاصل عندك عرس عندك استقبال عندك زواج حفل تخرج اللي نجح هذا الشيء هو التنسيق قبله بوقت وشلون تقدر انت تجهز حق هذا الشيء اذا انت ما تعرف اتجهز حق هذا الشيء هناك من يختص بتجهيز هذه الحفلات ونجاح المناسبة تكون من خلال التجهيز لكن صعوبة هذا الشيء خصوصا في الارس اذا كان فيه اختلاف بالاذواق بين اهل العروس واهل المعرس لكن في ناس تحط النقاط على الحروف مع ضيبتنا حصة الخشتين مسي عليك بالخير حياة الله وهلا وسهلا يقول لك كل ما زادت فلوسك صار عرسكم احلى صدتها الحاجة طبعا زي بوفر وبيعرسي من دورتش الحين في الموضوع انا ترى عندي بس خمس سلاف ابي عرسي واو ممكن يصير ممكن يصير بس يكون معيود شوي ان شاء الله ارى او شي نورتنا داخل السيديو حياة الله ويانا في برنامج رايكم شاب شنو اللي خلاش اخت حصة التجهين هذا الاتجاه والله في البداية اهي هوايتي منه انا تقيرة ايه احب التنسيق والترتيب وهالاشياء يعني مزين فنميتها شوي شوي مع دعمي من اهلي شلي ما قصروا معاي ووصلت اللي انا الفير الحمد لله ممتاز حصة شكثر مهم من الشخص اذا بي عنده مناسبة يتجح حك شخص مختص ومهتم في ترتيب يعني تنسيق المناسبات مثل ارس او حفل التخرج او اي مناسبة ثانية وهو يفضل ان انت تختار شخص مختص عشان انت ما تشتث لو انت يعني كشخصك لحالك تروح ان انت توفر كل هالاشياء راح تتعب ما راح تقدر يعني حتى تزهق اخر شي تقول مسخص ما بيسوي حفلة لان الوضع متعب فاذا يعني وثقت في شخص معين ومختص بالعكس يرتاح الواحد راح يكون افضل طبعا انت توفرين عليه امور وايد حتى وايد اشياء اذا كان مشغول بشي ثاني طبعا يعني خلاص دام او اعطاني الثقة كل الشغل راح يكون علي انا من الى حصة في وايد ناس يأمنون بذوقهم بنات ولا شباب حتى شباب قام يقول انا واثق من ان ذوقي وايد حلو وعرف شنو الابديت واليديد بالسوق عم اتكلم عن الارس خلينا عن الارس شويه اوكي مزين فشنو تقولين حق الناس اللي يقول انا ذوقي وعارف ان اللي نازل بالسوق وتيت حزة الحفلة يقولون هذا ويه مارسنتين وارا شتردين عليهم والله شوف يعني انا ما اختلف مع الناس اللي تهيلي بالعكس يعني انفذ اللي اهمى يبونه اذا شفتها يعني من صالحي ان شي حلو ويطلع باسم شي حلو بالعكس انفذلهم اقول لهم لا بس اذا فيه لا لازم ابدي ارائي شوي يعني اقول له مثلا هذا قديم يعني فيه اشياء احسن من شذي فاساعدهم يعني شوي بالافكار ممكن هو مثلا فكرة واقف على موضوع قديم مثل ما قلت وهو لانه باله يبي فخلاص يقول هذا احلى واحد بس لما نعطي افكار ثانية ارسم لها اشياء يديدة ممكن ايه شوي شوي تقير من رأيها يعني انا ما الزمها ما اجبرها هذه حفلتها ايه بس اني اساعدها وعطيها افكار ثانية وممكن نتغير رأيها عادي بسهولة ممكن نغير رأيها بس احيانا نيلة شخص او يعني سواء رجل او مراحق اي مناسبة يعطيك رأي الشخصي ويقولك انا بها من واحد ليه الاثنين هذه الشغلة ما بيش تغيرين شي بس بيش تنفذينها فش رأيش هل انت مع ان الشخص يفرض رأيه وانت تنفذي له او لازم انت تشاركين في رأيك شوف انا ممكن يعني في بعض الاشخاص انفذ لهم اللي هم يبونه بس لازم اعطي شوي للمساتي مستحيل اني اسوي شي يعني لازم شوي لازم اقنعهم اني ازيد احط مثلا هذا شي يعني فيديوكورات تصير اوبر زيادة على المكان مساحة صغيرة فنفس اللي انبههم ممكن شوي نقلل منهني ونزيد منهني تشي اعرفتشلون لاني يكونوا مودارسين معارفين ايه مو يعرفون بقياسات المكان ايه ممكن انصحهم بهالاشياء ممتاز على طاري المساحات هذي اخطاء تصير والناس وهي اخطاء انا ابي اتكلم عن اكثر الاخطاء اللي تمر عليك وليل حن الناس ما تعرف لها دراسة المساحة شلون انا اخلي المكان حلو اصلا فيه بعض الوان تكبر المكان اذا كان المكان وايد صغير شنو الاخطاء المعروفة الاخطاء مثل ما قلت لك اختيار الكوشة الكبيرة او الصغيرة بحد ذاتي مثلا في قاعات كبيرة تحتاج مساحة كلها تصير فيها كوشة من اول من اليمي لليسار وناس يختار لك مثلا هل كبر الكوشة اطار وتقولك بس انا بهذه ما تصلح رح يصير شكل الصالة تجدنا فيها هوة صح فانا لازم انصحهم يعني اقولهم انهم يغيرون فيه الوان مثل ما قلت بعض الالوان تقمت القاعة تصير نزل ظلمة يعني تحط اسود ما تبي اضاءة اللون اسود حلو بس اذا دخل مع اضاءات ملونة غير من انت تطع اضاءة بيضة فيصير شوي مقموت عرفتش لون وفي بعض الناس مثل ما قلت شو تسوي تقرر نزين قبل لا تعرف عدد الاشخاص حتى عدد الاشخاص داشت بموضوع تفسير اساسا اصلا اول يعني ما تفكر انت مثلا بتسوي عرص اول شي تختار اليوم يعني التاريخ والوقت نزين خلوش تاريخ باتر وعدد الاشخاص يواد وعدد الاشخاص ترى شي رئيسي عدد الاشخاص انت تعرفه تسجلهم هالبيانات كلها وبعدين تبدأ عدد تسوي انت عدد حصل الكويتين يحبون التاريخ بكرتيني الحين 2017 شون التاريخ الذهبي بهالسنة 7-7-2017 7-7-2017 كل صالات الحفلات أو 7-7-2017 حمال حلو ممتاز الحين بداية السنة يديدة وحفلات تخرج ومناسبات وعراس اكيد في وايد اكثر من نسبة راح تصير وفي ناس وايد قاعد تابع سواء شاب ولا بنات فنصيحة قدمينها لهم خنقول ابرز النصايح اللي ممكن يسيبدون منها قبل الله يبلشون اي مناسبة راح يسوونها طبعا اهم نصيحة قبل لا تقرر ان انت تتسوي اي مناسبة اختار اليوم المناسب نزين ترى نايف عطانا تاريخ يديد شخطوط مو تواري 17-7-2017 هذا فواتر مثل ما قلت لك الوقت المناسب يعني في ايام تكون مثلا مزدحمة يعني مثل العطل الرسمية يفضل مثلا حقم اي مناسبة تختار مثلا يوم شوي هادي او اخر لسبوع مثلا يوم الاربعة يوم الاربعة حلو خفيف بعد ايوم الخميس بس ايام العطل يصير مثلا زحمة لازم قبل الله انت تتفكر ان انت تتسوي الحفلة تختار اليوم المناسب بعدين تتفق قبل الحفلة باشهر يعني يفضل يمكن انت المنسق هذا نفسه يكون عنده ازدحام ما يقدر يستقبلك انت تبي تتعامل مع منسق معين ايجازات صيفية ايه تختار لازم قبلها بفترة يعني قولتنا تذهب الدواء قبل الفلعة قبلها تخرج مثلا بشهر او شهرين لازم اول شيء اتفق مع المنسق نفسه مع الحفلات انت ما عنا العرس يكون بالويكند ولا ايام الاسبوع افضل هذا لميزة وهذا لميزة انا اتوقع مادري وجهة نظري ان الحريم يحبون الويكند لان انتو طولون واحنا شباب يحطه بالويكند مخيم ايام الويكند يحبون عراسهم بايام الاسبوع مثل ما قلت لانه وقت الاجازة اللي روح المخيم اللي روح مزرعة اللي روح ايه فتخرب على واحد ناس ايه ايه امن حريم لا ليش تفضل ايام العطل عشان تسهر تبتق يعني فترة طويلة بالعرس نزين طولون انتو حصة قوليلي عن الالوان علشان الناس تسفيدة كثير شنو الالوان اللي صايرة الحين دارجة وموضتها شوف الوعد او الالوان نفسها ترى ما لها موضة يعني اهي اهي العروس اهي موضة العرس نزين كل عروس اهي تكون على قولتهم زهوة العرس يعني ما في لون معين ما في موضة حق الكوشة ترى كل عروس اهي تبرز نفسها اهي تبين يعني شنو الموضة لها اهي عرفت شلون يعني ما لها يعني الوان معينة او شي كل ناس على حسب ذوقها عندك حفلات التخرج حفلات التخرج اي نعم انا قاعد نشوف التنسيق مبتش مفروض انتو بلشته حين وقعته وخلصته مع حفلات التخرج نبي نصيحة منك حق البنات والشباب الخريجين والخريجات ترى صج انا وايد اسولف عنها بالسناب شات يعني عندهم مبلغ وايد حلو لكن فيه ناس انفوس ضعيفة يستغلون هذا المبلغ واصحاب تخصص مثل حضرتك والله كثل من مثالكم تقدرون انتو وشون تنسقون فكلميني عن المشاكل اللي تواجهكم والله مثل ما قلت فيه ناس تدفع مبالغ كبيرة وما تشوف شي بالنهاية بالحفلة تلاقي باللونة هني باللونة هني تلين بالوسط وبس خلاص يعني الناس ينصد مو لما يدخلون الحفلة هم دافعين مبلغ وقدره حتى يعني البوفي ما ما في بوفيه مرات البوفيه شاي ومار لا يحطون فطايا روشي يعني هذا البوفيه الخفيف عرفت شلون ينصدمون بنهاية شو رأيت حصلة بالأوفر اللي يصير بحفلة تخرج فيه ناس وصلوا وانا يساويوا مثل كوشة سمعتني عنها؟ صج صج والله يصير الستيج الخاص بالشاهدات التخرج مثل الكوشة صايرة شوف أنا اللي سويتهم يعني حفلات تخرج اللي تصير مثل ما قلت كوشة اللي يصير حق بنات يعني حفلة حريم عرفت شلون هذا يصير في تنسيق وفي ورد ونصر إلى الكوشة حق التصوير أما حفلات مثلا المدارس يكون شوي رسمي شغلهم ما يصير نسل الكوشة تكلمنا عن العرس وتكلمنا عن حفل التخرج والأمور المناسبة لهذه الحفلات ولكن خلنتكلم عن استقبال الولادة بشكل مختصر شنو الألوان أو الأشياء المناسبة اللي تكون خصوصا وايد حريم تواجهون صعوبة في غرفة الولادة يمكن تولد بوقت متاريخة تضطر في غرفة هي مختارتها فكلمينا عن هذا الموضوع شوف في مرات قرف المستشفيات تجبرك يعني فيه ألوان معينة صح مثل لون القرفة كحلي النابي أنت تنجبر أن تحط لون عشان يناسب لون الطوفة لأن ما راح تقدر تقطي المستشفى عرفت فأكثر الألوان اللي يختارونها الألوان الفاتحة هي اللي تركب مع الجسمة ولكن في ناس ما تتقاضى عن اللون الخلفية فتحط اللون اللي هي تبيه تبيه الوردي تبيه الأزرق أي لون وردي هي تبيه هي تختار عادي أغرب مناسبة مرت عليك هذه خلص طلعنا من المنهجة الحين خلصنا من السئلات أنا سألنا تري أنا بيها أره مناسبة أغرب مناسبة يعني هي ياهي بالطريج بس أنا صدمت لما هي قالت لي شنو طلاق حفلة طلاق لا 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 وردة سود كثري من الوردة سود حفلة طلاق لا معودة لحديثان وصج بتسوي لها الحفلة هي قالت لي بس ناطرة أنا يعني كان رئينا ضيئ وقالت لي أن أنا جريب رح أسوي حفلة وأبيتش نسقي فيها جعزي لها شي مراكم يعطيك العافية الخشتي شكرا على حضورت اليوم في برنامج راكم شاب كل ما حابت قولينها معرفيتها أحب أشكركم أول شي على استضافتي ويعطيكم العافية يا عافية يا سلامتي وبالعكس أنا أتشرف يعني فيكم وفي السادة المشاهدين عفلة تخرج عندي باقي كم تاريخة وقعوا يا أتحاب ما قصرت إن شاء الله ليه شرف والله نتعامل معاك والله انتلمت يا رب حياكم مضبق الله حيش كل شكر لك الفن التشكيلي مع زميلتنا دانا كان لها لقاء مع الفنانة التشكيلية سمر البدر من بعد الفاصل